هل مؤمن الجن يدخل الجنة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم ففريق من أهل العلم ونسب ذلك إلى الجمهور قالوا إن مؤمن الجن سيدخل الجنة كما يدخلها مؤمن الإنس وفريق آخر قالوا لا بل إن مؤمن الجن لن يعذب بالنار فقط ورد عن أبي حنيفة وغيره أنه سيحول إلى التراب لكن الجمهور على أن مؤمن الجن سيدخل الجنة واعتمدوا في ذلك على استنباطات من الآيات فمن هذه الاستنباطات ولمن خاف مقام ربه جنتان فقالوا الخطاب هنا في الآيات للإنس والجن للإنس والجن فبهذا الكلام عن سيدخل مؤمنهم الجنة أم ليدخل مؤمنهم الجنة فالله أعلم سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر